اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل تداووا عباد الله ما أنزل الله داءً إلا له دواء علمه من علم وجهله من جهل وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع فتاوى طبية أنا معنى ده معنى الآن مجموعة فتاوى كتير جاياتنا وعبر ما نتلقاه لو فيه حد عايز يتصل منها أما طلاب تقول أنا إيه يعني لما تحمل المرض وما خدش الأدوية بتاعة الطب مش الداء ده من عند ربنا والشفاء من عند ربنا يبقى أنت مخالف السنة نفس السؤال اتقل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت الداء من الله؟ قال له نعم قال له الدواء من الله؟ النبي قال له نعم فالسائل بقول له فما بال الطبيب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب رجل يسوق الله الشفاء على يديه قد بقالكم الوقت صغير الأحاديث اللي بقالكم كلها صحيحة لا تخرج عن كتاب الطب النبوة لابن القيم كتاب الطب للمستغفري كتاب الطب للبخاري وكتاب الطب البخاري فيه 58 باب يبقى ما طلالة بتسأل تقول لك لا أنا هستحمل ومش أخد الأدوية بتاعت الطبيب مش هو الداء من ربنا والشفاء من ربنا وربنا أمر أن نأخذ بالأسباب ألف أتبع سببا ثم أتبع سببا وقلتلك القائل هو نفس السؤال بس بسيغة تانية بيقول له يا رسول الله أرأيت الداء من الله؟ قال النبس ع سلم نعم قال السائل والدواء من الله قال النبس ع سلم نعم قال السائل فما باله الطبيب تب ليه بروح الطبيب؟ إيه اللي ودينا للطبيب؟ بروح للطب النبس ع سلم قال له الطبيب رجل يسوق الله الشفاء على يديه ومسألة تانية تب كيف بتقول له النبس ع سلم كان بيغضي الأدواء بتاعته الطب؟ آه كان ديه اسمها أدوية طبيعية خدوا بالكم الأدوية أربعة أدوية طبيعية وأدوية إلهية أدوية طبيعية وأدوية إلهية فالأمراض مع الأدوية أربعة أمراض تحتاج إلى أدوية طبيعية اللي هي بتحت الطب لما أقول أدوية طبيعية يبقى معناها الخاصة بالطب لما أقول أدوية إلهية معناها الدواء المعنوي من القرآن والسنة ففي أمراض تحتاج إلى أدوية طبيعية وفي أمراض تحتاج إلى أدوية إلهية وفي أمراض تحتاج للتنين للأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية هذا القسم التالي القسم الرابع أمراض لا تحتاج إلى أدوية طبيعية ولا أدوية إلهية بل تزان بمسبباتها زي إيه جعان تاكل تشبه عدشان تشرب ترتوي بردان تضغط تدفق وهلوم مجر يبقى إذن الأمراض مع الأدوية الطبيعية والإلهية أربع أقسام احفظوا الكلام ده أدوية تحتاج إلى أمراض تحتاج إلى أدوية طبيعية بتحت الطب خليك إنك جرحت عدت تقرأ القرآن كله أملك القرآن لازم للطبيب يطبب لك الجرح ويرضهم لك الجرح عشان ما ينزفش وأدوية تحتاج إلى أمراض تحتاج إلى أدوية إلهية زي مرضى القلوب مرضى القلوب دول لما تجيب لهم الأدوية الطبيعية اللي في الدنيا كلها ختم الله على قلوبهم لازم يجيلهم الفسح من السماء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وأمراض تحتاج إلى الاتنين أصبت بشيء الأدوية الطبيعية والإلهية أصابك مكروه صرف الله عني وعنكم كل مكروه وسوء جبت الأدوية الطبيعية أتناول الأدوية الطبيعية وقرأ ما تيسر من القرآن وقلنا القسم الرابع من الأمراض لا يحتاج إلى الطبيعية ولا الإلهية لا يحتاج إلى الأدوية الطبيعية ولا الإلهية بل تزال بمسبباتها زي قلت لك نعسان تنامت فوق عشان تشرف ترتوي جعان تاكل تشبع سعان تضغط تدفق طيب من ضمن الأسئلة اللي أمط الله بردو بتقول تبو نبي كان بيهتدوها إزاي ده سؤال جميل جدا كل ما قرأته عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم في كتاب الطب النبغي وفي كتاب الطب المستغفري وفي كتاب الطب للبخاري هو 58 باب كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يتناول الدواء الطبيعية والإلهية وذكر ابن القيم أن العقرب لدغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن عسلم لعن الله العقرب لم يدع نبيا ولا غيره إلا لدغه فدع بماء وملح ووضع يدي صلى الله عليه وسلم ووضع مكان اللدغ في الماء والملح وقرأ المعوذتين يبقى معنى ذلك حاجة بأسلت أرسلتك أجيب المصر بتاع اللدغ واخده وقرأ قرآن يبقى جمحت بين الحسنيين الأدويات الطبيعية والإلهية أما أنت بقى لو في صحرة ومعنى تصل متصل تفضل أهلا بكم سيد محمود أهلا بكم سيد محمود أهلا بحضرتك يا شيخ زي حضرتك الله يحفظه حضرتك شيخ أنا شغال في السيدلية فكنت أعزسل عن أن أنا طبعا بحكم عملي فأبيع المنشطات الجنسية في السيدلية فهل ده حرم ولا حلال وكمان عايزة أعرف حكم استعمالها يا فندي أهلا حادث شكرا شكرا بذلك الله والله الأخي بالدكتور محمود دكتور صيدالي بيسأل على المنشطات الجنسية وهو طبيب صيدالي ودلوقت إن لله وإن إليه راجعون الأكل اللي موجود دلوقت من زيه أكل زمان خاصة في رخ البضل حلة الرجالة ورخ رخة النسوان خدوا بالكم طيب يسأل بقى على المنشطات المنشطات لا يتعاطاها الزوج إلا بإذن زوجته هي حقها منه وحقه عليها هي حق حق عليها أن يتمتع بجميع بدنها عدل قبل يعني الفرج في الحيض والضبر مطلقا أما إنه هو الطبيب عنده إعياء أو عنده ممكن السكر الرواطي بيعمل بيعمل ارتخة الضغط الرواطي بيعمل ارتخة وفيه حاجات كتيرة يعني الطبيب الرجل راح كشف ليه مقاعدة الطبيب قاله لا خد حاجة منشطات خد ربع أرس أو خد نصف أرس مدام كتبوا له الطبيب لا شيء لا يحتاج إلى إذن زوجته أما هو طبيعي لا يتعاطاه إلا بإذن زوجته ثاني إذا كان إنسان حصل له ارتخة وذهب إلى الطبيب والطبيب كتاب له ياخد ربع من المنشطات وبعدين أصلا المنشطات دي معمولة لتضخ الدم في الأطراف إلا إن العرب استعملوها للطرف اللي انتوا عارفينه يعني أصلا اللي هم عندهم سكة بيجي لهم تنميل في الإيدين والبتاع أحيانا الدكتور يكتب له ربع حاجة كده أقول له خدها عشان تدخلك الدم في أطراف إيدك ما تنميلش والحاجات دي كانت معمولة مش أيها للمنشطات الجنسية كانت معمولة لضخ الدم في الأطراف إلا إن الناس استعملوها استعمالا سيئا فإذا الطبيب وصف يخز بدون إذن طبيعي لا يتقاضى شيئا من المنشطات إلا بإذن زوجته وبيعها لا شيء فيه لإلا الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي تحريم أو نهي ما فيش فيه حاجة ده سؤال الدكتور محمود كنا بنتكلم قلنا نبش على الساق أما طلاب تقول طيب ونبي كان بتعالج بإيه كان بيجمع بين الأدوية في علاج سعى سلم كان يجمع بين الأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية زي ملتلك العقرب لدغة صلى الله عليه وسلم قلعنا الله لعقرب لم يدع نبيا ولا غيرا إلا لدغة فدع بماء وملح ثم وضع يده فيه الماء والملح اتفضل يا أخي محمد أهلا بكم أهل البحير اتفضل السلام عليكم فضل الشيخ قلت أسأل حضرتك بس يا فضل الشيخ الأحجار الكريمة الأحجار الكريمة تمام رأي الشرع فيها إيه والله ما عرفش إيه الأحجار الكريمة بيحطها بيعلقها في ايديهم كده وتعمل تعمل لهم حاجة ولا ايه دي ولا بالزبط كده بالزبط اه انا كنت اسمع زمان كده بقولك مش عارف الغوشة الصيني يحطها في ايديهم مش عارف تعمل ايه ودي تعمل ايه صح حاجة كده اه الاخ بيكلم على الاحجار الكريمة وعلى الغوشة الصيني والكلام ده كل دي من الوهانة من الوهن النبي صلى الله عليه وسلم ليه واحد عامل رابط ايده كده بصوفة قال له ما هذا يا رجل قال له يا رسول الله من الوهانة قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما زدتك الا وهنا فنزعها فحكيت الغوشة مش عارف الايه والبتاع الايه كل دي وهن كل ده وهن وهي والسيط يقولك يا ده انا عملتها ايدي خفت ده انا عملتها رجل خفت وهم بيروجوا خلاص زي اللي عايز اي حاجة عنده سلعة يروج ليه وخلاص عشان تباع لا 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 لكن هو الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يأتي تحريم او نهل لكن لو سبت علميا لأهل الطب وقالوا ان هذه الاشياء فيها منافع بتعمل هي حاجة عكسية للجسم والله خلاص ما فيش مانع ولذلك لا الا قواعد الطب واصوله تلاتة اخذوا بالكم قواعد الطب واصوله تلاتة منذ خلق الله ادم لغاية قيم الساعة ايه التلاتة دول الحمية عن المؤذيات يعني تحمي نفسك الحمية اللي تزيك اتنين استفراغ المواد الفاسدة من الجسم استفراغ المواد الفاسدة من الجسم ولذلك التلاتة دول ذكرهم الله تعالى في ثلاث عبادات قواعد الطب واصوله التلاتة اللي هي الحمية عن المؤذيات واستفراغ المواد الفاسدة من الجسم واستفراغ المواد وحفظ القوة وحفظ القوة ربنا ذكرها في ثلاث عبادات في عبادة الصيام وعبادة الحج وعبادة الوضوء عندنا الوضوء عبادة الوضوء قسمين وضوء بالضم ووضوء بالفتح عبادة الوضوء اسم للحركة غسل الوجهة والكفين والإيدين والرجلين دي اسمه الوضوء اما المية اسمها الوضوء اما المية اسمه الوضوء يقول لك توضأ النبي سبح سلم بمد واغتسل بقدح فربنا جعل قواعد الطب واصول الطب في ثلاث عبادات وبعد الفاصل ندندن حول هذه العبادات من القرآن الكريم اهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا قبل الفاصل قواعد الطب واصوله ثلاثة حفظ الصحة حفظ الصحة والحمية عن المؤزيات واستفراغ المواد الفسيدة من الجسم ربنا ذكر القواعد دي كما قال العلماء وعرأسيم ابن القيم رحمه الله قال لك في ثلاث عبادات المنتصر اتفضل اهلا بكم السيد سعيد ازايك الشيخنا الله يحفظك شيخنا الشيخنا يعني صحيح لك سويا معلشي الادوية يعني انت عبا واحد شوفها عن دكتور مسلا معين ايه وجاء ادوية معينة بحضها عشان الاملاح وكده اه الادوية دي بيكون فيها لازل تخدر ولما بيخدها بيحصل لحالة من الهلواء سكده يعني بحس انها دايق وعال نام وكده مش عارف الادواء دي حيح حكم الدين فيها ايه ولا اخدها ولا بطلها ولا عمل فيها ايه والله الادوية والله الادوية بدان بتاخد ادوية لازالة الاملاح مفيش مانع بس ما تحولش يتكتر منها وخلاص اخوز زي الطبيب ما يقول لك زي الطبيب ما يقول لك لكن حكيت ان كلمة فيها نسبة مخدر مش مخدر احنا لم نؤمر بالتكلف يعني احنا واحد يقول لك الببس مش عارف ايه ولا مش عارف ايه و ايه فيه نسبة من الكحول انت لو جبت تفاحة واتعطها نصين وسبتها شوية اوكلت النص وصتركت النص الاخر بتلاقي سود اللي اينا ببعضه مفقع بتاكله لو حللت لو حللت تلقى فيك نسبة كحول وهو في عادي نابي كانوا بيحللوا ديفا نسبة كحولة او لا ما تتنطعش وخد على طول خد الدواء وربنا يشفيك لقيت بديل منه خد ما لقيتش بديل خده بلانة والشفا عندك البديل منه المية اشرب مية كتير توزين لك الاملاح وامتنى عن الحوادق اما اذا كانوا لابد عندك املح متراكمة هتحبس لك المية في جسمك ماحيانا الاملاح تحبس المية في الجسم والطبيب كتاب لك دواء ما تعيش وتقول بقى ده في نسبة مخدر ومش من نسبة مخدر سمن لو خد وربنا يشفينا وياك والنبي قالها لك المتنطعون والمتنطع الذي يتشدد في غير موضع التشديد واصلا في الحديث وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها يا ايوه الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوق وفي الحديث فلا تبحثوا عنها هو اشد الناس جورمان من سأل على شيء فحرم بسببه ده اشد الناس جورمان عند الله ففي الدقيقتين المتبقيتين يبقى ذكر الله تعالى قواعد الطب واصول الطب في ثلاث عبادات في عبادة الصيام والحج والوضوء اما عبادة الصيام عشان حفظ القوة قال فمن كان منكم مريضا او على سفر في عدتهم من ايام اخر فالصيام بيجهد الانسان والمرض يجهد الانسان والسفر يجهد الانسان فلو الانسان مريض الاسلام يقول له لا احفظ قوتك وافطر ويبقى سوم ايام تانية مريض ابقى المرض بيجهدك لو سومت هيخلص عليك الاسلام يقول لك لا احفظ قوتك وافطر ويبقى يخذ ايام اخرى يبقى حفظ القوة ذكر الله في عبادة الصيام واستفراغ المواد الفاسدة ذكرها الله تعالى في عبادة الحج فمن كان منكم مريضا او بي اذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني واحد جاله ويحك في رأسه وهو محرم ويحرم عليه انه يمنح حاجة في رأسه اللي الاسلام يقوله لا هنستفرغ المواد الجسم اللي في الجسم اعمل كذا وكذا ويزيل الاشياء دي وان شاء الله تعالى الحاجات اللي تؤذل البدن بنحباسها عشرة ان سنحط لنا الفرصة هنشرح لكم بقى قواعد الطب وكيف ذكرها القرآن في ثلاثة عبادات ونسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يعجل لنا ولكم شفاء عاجلا لا اجلا اللهم عجل لنا شفاء عاجلا لا اجلا قريبا لا بعيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة